اتشابهنا البنات وصاروا النسخ كربونية نفس الشفاة ونفس الابتسامة الغاية هي السعادة يدفعنا الآلاف المؤلفة لشراء سعادة مزيفة يا أختي خلي الجمال مطلب لا تخلي غاية إذا العيادة تصنع لك وجه جميل فالعبادة تصنع لك حياة أجمل مشكل من صلة هو تقي ومشكل من أذنك يعني عند الله شقي الله من يختار دينه محمد مش يعني أنك تقصر ثوبك دينه محمد أنه يكون هناك نقاء ينبض في جوفك دينه محمد هو الرحمة والحب الناس جميل لما تكون في لباسك أنيف لكن تأكد ما رح تجذب من الناس سوى عنظارهم الأجمل لما تكون في فكرك أنيف أنك ما رح تجذب من الناس سوى خيارهم الأناقة مش هي ماركة راقية في ساعة أو لباس الأناقة هي في فكر راقي موجود في الراس تختار أناخت هذه الدينة بتحصل غني ساكن فعلة بنايك فأسفل بناية ساكن فقير بين نفاية اثنين هم تجاوروا لكن بفارق الحال وحين الممات يتجاوروا بنفس الحال قبر بطول متر اللي عنده مال واللي ما عنده مال اثنين هم تحت الرمال والله الدنيا ما تسوى تنفخهم صخفهم زخرف لكن تحت هذا الصخف يعيشون حياة هشة بينما الزوجين من العصافير يعيشون العمر كله بلا ضيق وفي عشة فرقنا العصافير آمنت بأن الرزق مع مطلع كل شمس والبشر لم ترضى برزق أقل عن الأمس يا ناس تعلموا الحياة من الطيور كل ما سمع حد يتكلم في عرض إنسان على طول تذكر دودة القز هذه الحشرة الله خلقها عارية بلا لباس لكن حريرها يستر عورة الناس والناس يعرون ستر الناس يا أخي عجزنا نكون مثل الحشرة ستروا عن الناس لعل الله يستر عليكم يا أخي لا تكون مثل هؤلاء الناس اللي لما يصدقون على الفقير يعطون أقل ما في جيبهم وهي بضعة دراهم وأمام الناس يتنازلون من حسابهم للجرسون في أرقى المطاعم هؤلاء الناس مش أهل الكرم هؤلاء الناس يدعون المكارم لا تكون مثلهم لم يشكو أهل محمد من طعام بر وأنت تشكو من ضيق الحال ولا تشكر هل فراشك هو الحصير هل طعامك هو الشعير هذا ما عاش عليه أهل محمد قول الحمد لله واشكر ربك وتصبر نجح الإنسان في صناع الدواء يسكن جميع الآلام آلام البطن أو الضرس لكن عجز في صناع الدواء يسكن آلام النفس إذا كانت الأوجاع اللي فيها أسادنا يسكنها الدواء فإن الأوجاع اللي في أنفسنا يسكنها الدعاء وما خاب عبد سأل الله تعرفون منه الكريم الكريم مش من طول سفرة الأكل لا الكريم من أكرم أمرأة وصان عشرتها قال لها نعم الزوج والرجل وتعرفون منه الدني وذاك الذي إذا زعل سمع أم أقسى الكلام ترجمة نانسي قنقر